حابة أبتدي مع حضراتكم النهاردة كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة عيد الختان المجيد وهو عيد من الأعياد السيدية هو النهاردة طبعا كعقيدة اليهود أختتنا السيد المسيح لها كل المجد في اليوم الثامن ودي كانت الشريعة في العهد الأديم ويمكن لما نرجع لتكوين 17 كان الختان هو دليل على العلاقة بين أو علامة العلاقة بين الإنسان والله ونلاقي كده في تكوين 17 بيتكلم على العلاقة بين أبونا إبراهيم وبين الله وأن الختان ده علامة للعلاقة ما بين الإنسان والله ونلاقي حتى في أرمية أربعة أربعة يتكلم بقى في نقطة تانية واختتنوا بقلوبكم يعني خلق قلوبكم كمان طهرة وقلوبكم كمان فيها علاقة ما بينكم لكن طبعا في العهد الجديد ويعني في رسال معلمنا بولس الرسول ويتكلم على أن العلامة العهد الجديد هي المعمودية علامة العهد الجديد هي المعمودية يعني في العهد القديم كانت العلامة هي الختان ما بين الله والإنسان العلاقة في العهد الجديد العلامة بتاعتها هي المعمودية إذا كان في الختان بتم اقتطاع جزء ربما يكون ملوش لازمة في الإنسان لكن في العهد الجديد الإنسان بيتقدم كله بالمعمودية وبيقدس نفسه كله بيقدم نفسه كله بيتدشن كليا بالمعمودية حقيقة الختان يمكن فيه دروس كتير حلوة يعني لمهنة الأباء من موضوع الختان يمكن الختان ألم في البداية يعني بتبقى عملية بيتم اقتطاع جزء من الإنسان وللزكر بس على فكرة يعني في العهد القديم ما كانش فيه أي كلام على ختان الإناس لكن كان الختان للزكر وطبعا لو تتصوروا حضراتكم هذه العملية في العهد القديم كانت بدون بنج لأن ما كانش تم اختراع البنج فكانت شيء مؤلم جدا وكأن بداية العلاقة أو علامة من علامات العلاقة بين الله والإنسان هي الألم إن الإنسان يتألم دي إحدى العلامات ما بين الله والإنسان إن الإنسان لو تقلمه أو الألم يكون جزء من حياةه ما فيش إنسان عايش مع الله وقدم حياته لربنا وما كانش فيه جزء من حياته ألم وما كانش فيه جزء من حياته تعب وكأن التعب وكأن الألم هو جزء أو علامة من علامات العلاقة مع الله يمكن الجزء الثاني كمان الدروس الأبئي اللي بيقوله هلنا الأبائي يعني أنا مش جايبهم من عندي هي فكرة التخلي أن أنت بتتخلى عن جزء من جسمك لإثبات العلاقة بينك وبين الله أو لإثبات علامة العلاقة بينك وبين الله تتخلى عن وقت تتخلى عن شهوة تتخلى عن حاجات كتيرة جدا ممكن تكون بتعوقك في العلاقة مع ربنا لكن يظل أو يظل أي حاجة بتتخلى عنها هي ملهاش لازمة قدام ربنا مش ربنا بيشوفها ملهاش لازمة لكن هي حاجة بسيطة جدا 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 لما نتخلى عن وقتنا لما نتخلى عن مشاكلنا لما نتخلى حاجات بسيطة جدا بنقدمها لله علامة على الحب كل سنة وحضراتكم طيبين عيد الختان المجيد ويمكن حتى طقس الكنيسة النهاردة يبقى فيه قراءات جميلة في عيد الختان أشبه أو فيها شبه كبير جدا في الطقس من عيد دخول السيد المسيح الهيكل كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير